السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المخلل المشكل بجد احسن بكتير من اللي بنجيبوه جهز من برة وبجد لو جربتي بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليه تابعي معي الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبك واول حاجة كده بدأت عملها انا جبت هنا دي كده كرنبيت او قرنبيت دي كده جبت واحدة كده صغيرة وهبدأ ان انا قطعها بالشكل ده الاول طبعا غسلتها كويس وبعدين هبدأ قطعها كده قطع كده صغيرة او بفصل كده كل وردة او بقطعها كده الوردات صغيرة هو سهل بجد خالص مش بياخد معاكي وقت خالص بس بجد نتيجته حلوة قوي احسن بكتير من اللي بجي بي جهز من برة وكمان انضف كمان واضمن خلاص بقى قطعت كده كل الكمية لمعايا وبعدين بقى هعمل برضو الجزر الاول طبعا غسلته وبعدين بقى هقطعه بالطريقة دي قطعته كده بالسكينة اللي هي مشرشرة دي كده بتديله طبعا شكل احلى لو حبت قطعيه كده عادي بالسكينة العادية براحتك هو كان معايا حجمه مش كبير قوي فقطعته كده لدوير هخلص بقى كل كمية الجزر اللي معايا بنفس الطريقة انا هعمل هنا في المخلل المشكل ده معايا هعمل جزر وكرنبيت وفلفل اخضر حطتهم بقى كلهم كده على بعض وكمان الفلفل الفلفل ده بجد حجمه صغير جدا فحلوة قوي في المخلل يعني جبيه كده صغير كل ما تعملي المخلل بيبقى شكله احلى وكمان طعمه كمان هبدأ بقى كده اجيب البرتمون هعب بيبقى فيه كده كل كمية المخلل اللي معايا وحطيت كده فيهم او معاهم شريحة كده من البنجر بتديله طبعا لون حلو وبابلن كده البرتمون زي ما احنا شايفين كده وبعدين كانت الكمية ما شاء الله كتير فحطيت كمان في برتمون تاني صغير ودي كده الكمية اللي طلعت معايا هنبدأ بقى نحضر المحلول او الملح اللي احنا هنضيفه للمخلل جبت كده لتر من الميا يعني لكل لتر ميا اربع معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من الخل وده كده المقدار المزبوط للمخلل كمان بضيف له كده شوية من هريسة الشطة دي كده كنت شايلها في الفريزر اه ضفتها كده للملح او للمحلول ده وبعدين بقى هضيفها للمخلل اهم حاجة طبعا ان الميا دي تغطي المخلل كويس وطبعا الكمية كانت كبيرة يعني المحلول ما كفاش عملت تاني لكل برضو لتر ميا بحط له اربع معالق كبار من الملح واتنين معالقة كبيرة من الخل بقلبهم طبعا كويس كده واضيفهم بقى للمخلل بالشكل ده لازم طبعا نغطي الوش المخلل بالشكل ده وكمان انا ضفت له شوية كده من حبة البركة وشوية كده من الزيت وبعدين بقى هقفل البرتمان كويس وده كده شكله البرتمان الكبير ده ضفت طبعا فيه بنجر فهيبقى لونه احمر اه لكن ده كده ما ضفت لهوش حاجة وده كده معانا المخلل جاهز ده كده المخلل المشكل هنسيبه طبعا برا برا التلاجة بيقعد كده حوالي اسبوعين او عشر تيام هنعمل كمان مخلل الخيار برضو هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة جبت كده الخيار طبعا غسلته الاول آه وبعدين كده دول حوالي كيلو من الخيار طبعا كل ما بتجيبي حجمه اصغر بيبقى احلى وحطيت كده معاه برضو قرنفلفل كده اخضر هبدأ بقى كده احطه في البرتمان حطيت كده كل الكمية اللي معايا وبعدين بقى هنحضر له المحلول برضو او الملح اللي احنا هنضيفه له جبت برضو لتر من المياه عليه اربع معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من الخل دي كده الطريقة اللي بنعتمدها في كل المخللات بجد مظبوطة جدا وبتخلي المخلل مظبوط معاك جدا وبضيف له برضو هارسة الشطة ولو مش حابة ضفيها بلاش بس هي بتديله لون حلو كمان طعم حلو مش بتخليه حرق قوي لكن بتخليه طعم وطبعا حلو قوي هبدأ بقى كده اضيف المياه او المحلول ده للمخلل وطبعا بغطيه وطبعا هارسة الشطة كانت يعني متماسكة او ماسكة كده شوية عشان هي كانت في الفريزر لكن طبعا هتفكه وهتبقى في كل المخلل معنا ده كده شكله بجد كانت وحفة جدا وطعمه كمان كان احلى وكده بقى شكل المخللات بعد طبعا ما استوت قعدت كده حوالي اسبوعين انا سبتها كده اسبوعين ما فتحتش عليها خالص اللي دي كده اول مرة افتح عليها طبعا ده اول كده برطمان اللي هو المشكل اللي هو الجزر والفلفل والكرنبيت او القرنبيت زي ما احنا شايفين كده بجد الفلفل لونه حلو قوي وكمان طعمه حلو قوي وكمان الجزر مش طري خالص يعني ناشف كده معانا او بيقرمش بجد كان مزبوط جدا وتحفة قوي انصحكم تجربوه بنفس الطريقة وده كمان الخيار دي برضو كانت اول مرة افتح عليه اطلعه بالشكل ده طبعا انا بفضل انه هو يكون الواحدة كده بوحدته عشان يفضل كده مقرمش لاخر وقت وكمان بتقطعيه بقى كده بالسكينة بيفضل كده مقرمش معاك وبجد حلو قوي بتاخدي بقى منه حسب الطلب يعني لو حبك كده التكلي منه بتبدأي بقى كده تقطعيه وده كده شكله بجد تحفة جدا طعمه حلو قوي بجد احسن بكتير قوي من اللي بتجبيه من المحلات بجد تحفة يعني انصحكم تجربوه وتعملوه طبعا في البيت تانضف بكتير واحسن وكمان اوفر وده كده البرتمان اللي هو كنت ديفاله بنجر طلعت برضو كده منه شوية وطبعا انا لما بفتح على البرتمانات دي برتمانات المخلل خلاص مش بسيبها برا التلاجة بحطها كده في علب وبقفل عليها وبشيلها في التلاجة يعني بشيلها خالص من البرتمان وبحطها في علب وبحتفظ بيها في التلاجة آآ طبعا كده افضل ده كده شكل المخلل معانا بجد تحفة جدا وطبعا لازم يكون معانا في صفرة رمضان اتمنى بقى تجربوه وتكون الطريقة عجبتكم وان شاء الله تجربوها وبجد هتعجبكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بقدمه واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله وقسبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة